أفضل نعم الله علينا هي القمح ولكن غيروها للأسف القمحة فيها بروتين اسمه غلوتين وفيها نشويات بدأ الغلوتين ينصق في داخل الأمعاء من مادة الصمغية تنصق داخل الأمعاء وتسبب أضرار جسيمة بالنسبة للبشر من بدايات القرن العشرين الأشرار من البشر وعلى رأسهم شركة مونسان تو بدأت تغيير جيني لبضرة القمح مدعية بأنها تريد مساعدة المجاعل عالميا موجودة في ذلك الوقت بدأت تغير وتغير ومن جملة التغييرات بسبب أن يزيد وزن القمح زيدت موضوع صناعة الكلوتين القمحة فيها بروتين اسمه غلوتين وفيها نشويات الله خلق الكلوتين مادة لاثقة الكلوت باللغة الإنجليزية صمر لاسق لكي يكون العجن سهل للعجن الخبز وضع الله مقدار من الكلوتين وهي مادة بروتينية مفيدة للإنسان لذلك يستطيع إنسان بسهولة أن يعجن الخبز ولكن الرز لأنه خالي من الكلوتين إذا تطحن الرز ما ممكن تقدر السويل الخبز من عنده فالكلوتين مادة لاثقة نسبة نسبة قليلة الله خلقها حتى لا تؤدي معه الإنسان الكلوتين الموجود في القمح الجديد التي قورتها شركة مونسانتو أضعاف ما كان من الكلوتين في القمح القديم من حدود عام 1955 بدأت هذه الشركة بتوزيع هذا القمح إلى مناطق أخرى من العالم الآن انتشر في كل العالم الحنطة الجديدة تحمل مقدار أكثر من القمح ووازن أعلى لكن مسألة مهمة إن الله تعالى وكل شيء عنده بمقدار من خلق القمح والقمح الرباني ليس فيها أي طرار من أفضل وأن أفضل نعم الله علينا هي القمح ولكن غيروها للأسف بدأ الكلوتين ينصق في داخل الأمعاء المادة الصمغية تنصق داخل الأمعاء وتسبب أضرار جسيمة بالنسبة للبشر يحصل عندنا الإنسان نفخ شديد تغيير في المزاج مرة إسهال مرة إمساك وآلام في البطر شديدة للأسف الشديد كثيرين يخطون في تشخيصها ويقالوا لهم لأنكم تعانون من القولون العصبي في الوقت اللي غالب ميتهم يعانون من موضوع القمح فعزة المتابعين كل من يشكو من هذه الأعراض الثلاث آلام في البطر خاصة بعد تناول وجبات الغدائية اختلال في قروض إنساك مرة إسهال مرة مع نفخ الشديد في الأمعاء لحسن انتفاق شديد وكثرة الغازات هذه العلامات غالمية من الذين يشكون منها عندهم حساسية من الحنطة الجديدة دكتورة في مصر اسم الدكتورة زينب الديب وصلت إلى هذه الحقيقة وطلبت من المسؤولين العودة إلى القمح السابق وحتى سمتها لنعودة إلى القمح الفرعوني ولكن هذا الخبر وصل إلى الشركات الإجرامية شركة مونسانتو وعملائها من المسؤولين في داخل الجمهورية العربية المصرية وحاربوها محاربة شديدة حتى أجبروها على أن تتراجع عن كل أفكارها وتنتنع من إعادة هذا الطلب مرة تانية أعزتي القمح الجديد فيها أضرار كثيرة لذلك كثير من الصيحات تقوم في كافة الدول العالم اليوم لترك القمح لا لأنه القمح العادي بل لأنه القمح الذي تطوروه وأضافوا إليه الإجروتين أضعفاً وضعفاً أعزتي عندما نقول الخبز أو كما يقول المسرين العيش كل ما فيه دقيق أو طحين القمح نفس المشكلة فيها المعكروني نفس المشكلة اللزانيا نفس المشكلة والكيك نفس المشكلة جاتوة أعزائي هذا موضوع جداً جداً مهم أرجو أن تشيروه لأعزائكم لأن تتعمل فائدة ويتجنبوا هذا القطر الذي يصيبهم من الخبز أما ماذا نأكل غير الخبز هذا فيديو